نادي الاهلي النهاردة اعلن رسميا وكما كان متوقعا تماما 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 انسحابه من بطولة كأس رابطة الاندية المحترفة للعام الثاني على التوالي النادي وضح في خطابه للربطة انه السنة دي كان عنده او عنده اسباب موضوعية اللي كانت وراء الاعتذار اهم حاجة فيها تلاحم البطولات والمباريات والفريق بدأ مشواره الموسم ده بكاس السوبة الافريقي وبعد كده الدوري الافريقي وبعد كده لقاءات مطالحة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد وبعده بطولة الدوري المحلي بالتزامن مع المشاركة في دوري الابطال ثم التوجه للمملكة العربية السعودية لتمثيل الكرة في كاس العام للاندية وبعد انتهاء من ايوم الجمعة اللي جاي هيتواجه الفريق مباشرة للامارات للمشاركة في كاس السوبة المصري وبعد كده هيبقى فيه تلاحم كبير جدا في المباريات اصاب غالبية اللاعبين بالاجهاد البدني والزهني بالاضافة الى اصابات ضربة العديد من العناصر وقال الاهل ان هو فكر بالاستعانة في بعض فرق لعبي فريق الشباب للمشاركة في كاس الرابطة لكن اصلا هم عندهم ارتباطات فرق الشباب وفيه اصابات عديدة كمان في فرق الشباب وبالتالي صعب يلعب في كاس الرابطة وبصراحة هو صعب يلعب صعب يلعب جدا في كاس الرابطة بالمناسبة كاس الرابطة الاهل بس مش هياخد مليون جنيه مكافية المشاركة فيه الدوري الممتاز هي دي العقوبة يعني وكابتن عامل حسين كان معنا في تليفون قبل كده وقال إن المشاركة في كاس الرابطة هي مشاركة اختيارية للفرق يعني اللي مش عايز يشارك براحته براحته مش ملزمة يعني براحته بس هيحرم فقط من مكافئة الدوري الممتازة لها مليون جنيه هو فجاني قبل كده كابتن عامل حسين برضو في نفس المداخلة دي وقال لي إن حتى كاس مصر اختياري يعني اللي مش عايز يشارك في كاس مصر براحته برضو الدوري بس اللي الزامي للفرق